موسيقى نحن اليوم الموضوع الذي نتحدث عنه معناتها بعد عسلامة يعني دي ما نسلم به شي طبيعي هو مسألة ما يسمى بموراء الطبيعة أو ما يسمى بالأمور الغير طبيعية طبعا هذه التسميات متع موراء الطبيعة والغيبيات وغيرها هي تسميات تعتبر قديمة جدا يعني الإنسان من الأول أي ظاهرة تعترضه يعطيها تفسير غير طبيعي بينما تقريبا منذ عشرين سنة مع تطور العلم وتطور الفيزياء خاصة الفيزياء واكتشاف اكتشافات معناتها حديثة لأننا نعرف احنا ما يسمى بالثورة الصناعية أو المدنية الغربية في الأول عندما انطلقت حاربة زوزحاجات مهمين حاربة ما يسمى بالإيمان لماذا حاربة الإيمان؟ لأن الديانة المسيحية تقوم على عنصر أساسي هو الإيمان وهو يختلف عن الإسلام الإسلام لا يقوم على الإيمان بدليل أن القرآن تتكلم على الأعراب الأوائل ما يقول؟ قالت الأعراب وآمنها قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا الإسلام لا يهمه الإيمان في الأول وإنما يهمه التسليم ومنها جات معتها كلمة الإسلام هي الاستسلام والتسليم والقبول بينما الديانة المسيحية قامت على فكرة الإيمان ولهذا الحضارة الغربية أو بين قوسين حضارة خطر ما نجموش نسميها حضارة وإنما المدنية الغربية قامت على ضرب العنصر الأساسي في الديانة المسيحية اللي هي الإيمان والإيمان شنو الإيمان هو بحد ذاته هو إنك تعتبر شيء حقيقة بدون دليل مادي أي بالحس هذا هو الإيمان الإيمان هو إنك عشت حاجة أنت وتعتبرها حقيقة وما عندك حتى دليل مادي وما تنجمش تبرهن عليها كما مثلا الحلم وعندك تحلم هو في الحقيقة أنت مؤمن بالحلم متاعك اللي حلمتك ولكن لا يمكن أن تقنع إنسان إن ما حلمته هو هذاك اللي حلمتك مستحيل لو أنت حلمت حلمه تأتي لواحد صاحبك تحكي هذا مثلا أنت عندك إيمان للحلم هذيك حلمتها ولكن صاحبك ما عندك دليل مادي تثبت له لكلام متاعك وإنما هو بدوره يؤمن بك هذه الفرق من بين الإيمان والإثبات هذه مسألة مهمة العنصر الثاني المدنية الغربية عندما انطلقت نحو التكنولوجيا ونحو العلم المادي هي ما يسمى ضرب كل هو غير ملموس يعني ما اعتمدوش على الحس ما يكفيش إنك تحس بحاجة يعني إنها حقيقة لازمها تخضع للتجربة المادية ومدة تقريبا ثلاثة قرون انتشر ما يسمى بالفكر المادي اللي نبعث منه الشيوعية وغيرها من المذاهب الأخرى حتى المذاهب الفلسفية اللي اعتبرت كل ما هو حسي غير مهم مثل الحب مثل العشق مثل الصداقة مثل هذه الأشياء الحسية هذه الروابط الاجتماعية لكن مع انتهاء الغرب يتبع هذا النوع من الإيمان ما يسمى بالإلحاد المادي الصرف يعني يؤمن بالجنس وما يؤمنش بالحب يؤمن بالعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المصلحة ولا يؤمن بالصداقة لأن عنصر الإيمان وعنصر ما يسمى الإحساس تم سلبه مما يسمى المدنية الغربية لكن ما هو وقع أنه بعد سنوات مع أنت بعد حروب وسنوات وسراعات من أجل القضاء على كل ما هو خرافة وإخضاع كل شيء للعلم ولمعرفة ما هو القاوة الواحم؟ القاوة الواحم الأوروبيين أنهم لم يعد لديهم روح ليس بمفهوم الروح أي لم يعد لديهم حس لم يعد لديهم وجود يعني أصبحوا انفراديين علاقاتهم تقوم على أشياء مادية بحتة عندما تفطنوا هذه المسألة طبعا في الأول ما تفطنوش مبعد جوا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بدأوا يبحثوا في ما يسمى ما هو غير ملموس وهنا ما بدأت تطور العلم وبدأت تطوروا ووصلوا للطاقة ووصلوا حتى مثلا في الفيزياء للفوتون وغيرها ما عندها كيفاش فهموا مثلا نظر لكم مثال الفوتون مثلا عملوا تجارب في السبعينات أن يشدوا الفوتون ويقسموا على زوز ويضعوا جزء كما نقول ونحن في سويسرا وجزء آخر في فرنسا وتنجم تحط حتى جزء على كوكب مارس وقت تجي تحرك الفوتون هذا على يمين مع أن تشتر الفوتون تحركه على يمين تلقى تشتر الآخر تبعه وتحرك أيضا على يمين ما هي العلاقة التي تربط هذا الفوتون؟ وهنا بدأوا يدخلوا في بحوثات علمية اكتشفوا مثلا أن الجزيئات الصغيرة عندها تصرفات غريبة جدا عندما تبدأ تدور ما تنجم تحدد الموقع متاحا بل يمكن أن تكون في نفس الموقع يعني في المواقع كلها في نفس الوقت طبعا ومع ظهور أنشتاين ومثلة الزمان وفكرة الزمان نحن لا ندخلوا في التفاصيل هذه كل أبدأ ما يسمى بالعلم المادي يتجه نوعا ما إلى القرب ما يسمى علم النفس اللي علم النفس في اللول يعني كان يعتبر مع أنت علم غير صحيح ولكن أصبح تقريبا الآن علم صحيح خاصة مع تطور الطب والسكانار على المخ واكتشفوا الإفرازات متاع المخ واكتشفوا أن كل شيء موجود في المخ كل شيء نكلم عن المخ ليس العقلة المخ هو الإنسان مثلا في بعض النقاشات هنا على المجموعة واحد يقول لي احنا حيوانات بالفعل نحن ننزل من الحيوانات كما الحيوانات ينزلون من النبات لا تنجمش تقول أن الحيوان هو نبات والنبات ينزل من المادة لا تنجمش تقول أن النبات هو مادة كما مع أنت المادة الصلبة لا لا يأتي لأن هناك تطور وفي مرحلة من المراحل يقع انفصال تفاعل المادة أدت إلى ظهور النبات والنبات تطور عندما نرى أنواع النبات الأولى نقاها تشبه للمادة ولكن عندما تطورت هذه النباتات أصبحت تقترب مما يسمى عالم الحيوان ونحن نعرف أن نباتات تأكل وتصطاد مثل الحيوان تأكل الحشرات وتأكل حتى حيوانات كبيرة هناك بعض النباتات في جنوب أمريكيا تنجم تصطاد الأرنب وتأكلها إذن هنا النبات وصل إلى مرحلة انفصل على العالم المادي الذي هو مادة عناصر تراب، ماء، هواء، انفصل وأصبح نبات نفس الشيء بالنسبة للحيوان الحيوان تطور من نبات وأصبح حيوان متفقين فيه ولكن الحيوان تطور أيضا ونوع من أنواع الحيوان الذي هو الإنسان تطور وبدأ من قلوش انسحب كليا من عالم الحيوان ولكن بدأ ينسحب من عالم الحيوان والفلسفة الحديثة التي تتكلمت عنها الآن في الوقت الحاضر إن الإنسان هو مجرد مخ، أنت بدنك الكل ما عنده حتى قليلا، نجمه نبدله لك أهم شيء المخ، لو ناخده مخك ونضعه في روبو ترجع أنت كما هو ونعرف بخلايا المخ مع أنت تعيش ياسر ونجم الإنسان يتطور في هذا المجال نرجع للمسألة التي نحن في الموضوع فيها حتى لا نطور عليكم مسألة ما يسمى الحيوان عندما يسمى حس ولا يشوف حاجة غريبة عنده ديما نوعين من التصرف يأما يهرب، يأما يحاول بشي يشوف شنوه، وكان عندها ما عرش شنوه يهرب بينما الإنسان طور شيء آخر، ونحن نعرف أن كل حيوان طور حاجة على حسب الظروف البيئية التي توجد فيها هناك الذي يطور حاسد الشم، هناك الذي يطور حاسد الجري، هناك الذي يطور الطيران، الإنسان كان عندما يشوف حاجة يحاول يفهمها، كان عندما يفهمها في المراحل الحيوانية الأولى كان يتصرف مثل الحيوان ويهرب، ولكن مع الوقت أصبح الإنسان عندما حاجة يفهمها، يحاول يعطيها تفسير ما وراء الطبيعية، ومن هنا جاء ما يسمى العلوم ما وراء الطبيعية، لأن الإنسان لا يقبل الهزيمة، هذه طبيعة موجودة في الإنسان، والإنسان الآن ينسحب من عالم الحيوان حتى في البنية الجسدية متاعه، يعني مثلا كما زرس العقل، لا نحتاجها لأننا لا ناكل اللحوم النية كما عضارة الأذن، كما المرأة، يعني ما تتمحها، من هنا المئتين سنة لا نحتاجها، كما المسرنة الزايدة كان يتخزن ما يسمى بالمواد لأنه يتعرض للجوع، فكان يستعمل المسرنة الزايدة، يعني كل شيء متوفر، يعني الإنسان النجم نقوله الآن أصبح مسيطر على الكرة الأرضية، يعني بل الحيوانات أصبحت كلها مجموعة في مناطق محمية أو في أقفاص، والإنسان هو المسيطر على الكرة الأرضية، إذن هوني أصبحت ما يسمى موراء الطبيعة أصبحت يطلق عليها أمور طبيعية، فماشي حاجة من وراء الطبيعة، فماشي، كما قلت لكم، مع تدور الفيزياء، مع تطور علم النفس، مع اسكرارات على المخ ويشوفوا التفاعلات الكيميائية، مثلا، النجم نصنع حبة للفرحة، حبة للحزن، حبة للبوكات، شربها تقوم تبكي، فهمت؟ لأن هذه كلها تفاعلات كيميائية تحصل في المخ، كما تنجم تشرب حاجة تولي تشوف روحك في غابة، تشرب حاجة تشوف روحك، مثلا، في بلصة معينة، هذا الكل ما يسمى قدرة المخ، ونأكد المخ ليس العقل الإنساني على كل شيء، وتعرفوا لي فيما مركز في تولوز ومراكز أخرى في العالم أنها تطلب أي إنسان عنده قصة يعتبرها غير طبيعية، ينجم يقدمها للمركز هذا، وهما يبحثوا فيها ويلقوا لها نتيجة، طبعا هذه المراكز وجدت كثير آلاف وآلاف وآلاف من الحالات، وتم بحثها والتأكد منها، طبعا في بعض الأحيان الحالات تكون نفسها، ولكن الأسباب متاحها مختلفة، ليس مثلا حاجة واحدة، وفي بعض الأحيان تكون متشابهة، ولو مع أنت فما حاجة بالنسبة لك أنت مثلا، أمونة قتلي، مع أنت نتكلمه، مع أنت في الخاص لأنه يمكن ناس تفهم غالط، لا، لماذا؟ هذه الأمور الآن تدرس وتبحث في العالم أجمع، وليس أمور سرية، فهمت؟ كل إنسان يعيش أمور يعتبرها، وأؤكد يعتبرها غير طبيعية، وإنما هي طبيعية مية في مية، ولو ليس لك تفسير، أنت أكيد أن لها تفسير، ووقعت إلى واحد آخر لغير الناس تخاف، وما تحكيهاش، وتخليها في الداخل متاحها، وتخليها أنت تتصور حاجات اللي هي غالطة كلية، هذا هو الموضوع متاعنا اليوم، من عرش شنوة تحبوا نحكيه، معانتها بالضبط، معانتها أنا معانتها تحت الأمر في أي حاجة، معانتها على حسب تجربتي طبعا، أنا لا أدعي العلم، ولا أدعي المعرفة، ولا أدعي يا فهمت، وإنما هذا مجال نجم نقوله إحنا يدخل في مجال ما يسمى الأديان، واللي هو اختصاصي، يعني حياتي كاملة وأنا نبحث فيه، وحياتي كاملة نبحث على مسألة فهمت الإله، والملائكة، والجن، وهذا التصرف تلقاه حتى عند الطفل، يعني الطفل يعني تشوف الأطفال الصغار، وتشوف حاجة يعني ينسبها للغولة، ولا للجن، ولا أي حاجة غير طبيعية، بشي طمن روحه، وبشي يبعد عليه، الخوف، هذه طبيعة إنسانية، وللعلم أن الأمور بين قوسين تعتبر غريبة، معانتها حصلت للناس الكل، بعضهم يتذكرها، بعضهم يتذكرهاش، الإنسان على قدم يكون حساس، نعيم قال لي معانت علاش المثليين والنساء والأطفال هما أكثر تعرض لهذه المسألة، لأنها هي مسألة حسية، بل الأم تنجم تعرف ولدها جعان ولا مش جعان عن بعد، وتنجم تعرف وتحس كمش توقع له حاجة ولا ما توقع لهش حاجة، طبعا المسألة الأخرى حول مثلا التنبؤ بالغيب وغيرها، حتى مع تلقى أولها تفسير، هي إن في الحقيقة زمان متداخل، يعني اللحظة هي مقدمة لما سوف يأتي من بعد، كما قصت مثلا الجحاء عندما ماشي، ولقاء واحد قاعد على غصن ويقص منشار، يخي قال له رقب شطيح، شي طبيعي، هو بشطيح، لأن المنطق والعقل شافوا لهو قاعد على الغصن في المكان الذي لو تقص الغصن، هو طاح. أضرب لكم مثال آخر من تبسيط في هذه المسألة، أنك تصور إنسان موجود في الطابق 150 من عمارة، ويشوف فيزو السيارات جايين في نفس الاتجاه بسرعة 100 كم في الساعة، فهو يتنبأ لو السيارات واصلوا بنفس السرعة ونفس الاتجاه، سوف يصطدموا بعد مثلا دقيقة ولا دقيقتين، فهو يتصل بإنسان موجود تحت العمارة اللي هو ميشوفش السيارات، يقول له راه بعد دقيقة سوف يقع حادث، يعني هو شاف هذه المسألة، فالشخص الآخر يتصور إن الشخص الآخر تنبأ بالشيء، ولكن يمكن إن إحدى السيارات تتوقف، أو إحدى السيارات تأخذ على اليمين أو على الشمال، ولا يحدث الحادث، هذا هو ما يسمى بالتنبؤات تقوم على هذه الأساس، يعني فهم معطيات المتنبأ يحس بها، وهذا ليس الإنسان بارك حتى الحيوان كما قلت عن نص، إن هناك حيوانات تنجم تتنبأ الزلازيل قبل أوقوعها، وتنجم تتنبأ الفيضانات، وتنجم تتنبأ الرياح حتى الجمال في الصحراء، وتنجم تتنبأ العاصفة، قبل وقوعها، يعني كل هذه الأمور الغير طبيعية هي مرتبطة بجانب معين في المخ، تعرف أنتم المخ من قسم إلى قسمين، ما يسمى بالجانب الأيمن والجانب الأيسر، أحنا ما يسمى بالمنطق وتسير البدن، بالنسبة للناس اللي يستعملوا اليمنى، يستعدم أكثر شيء هو الجانب الأيسر، بينما الجانب الأيمن هو للعاطفة والمشاعر وغيرها، هذا ما تزوز حاجات اللي موجودين في المخ هو الحس، ما يسمى الوعي والفكر، الفكر ما هو موجود في كل المخ، مناطق المخ يحتوي على عدة مناطق، منها مناطق تسير البدن، ومنها مناطق نجم نقوله، نحن تستعمل معادلات رياضية لفهم الأمور، ما يسمى باللغة وغيرها، وفما جانب يتعلق بالشعور، واللاشعور اللي هو جانب جداً عميق في المخم تاع الإنسان، وهنا هذا الكل متصل بالذاكرة الكونية بصفة عامة، واللاشعور هو، نجم نقوله، ذاكرة أجدادك وأجداد أجدادك، بل ذاكرة الكون كله، لا شيء في الكون يقع إلا يسجل، أي كلمة تقولها، أي حركة تعملها، أي فكرة تفكر فيها، فهو مسجل، حتى هناك تجارب أن في بعض مواقع الجريمة، ينجموا يجيبوا آلات، ويحاولوا يجبتوا ما يسمى كابتور، كما الأنتان أو الساتيليت، كما البث التلفزة وتتبثت عندك شاشة، الإنسان في الحقيقة، المخ الإنساني هو عبارة على اللاقة للذاكرة الكونية، وهذه الذاكرة تتعلق بجانب معين في المخ، الذي هو الشعور واللاشعور، وهنا البحث الكبير الذي يقوم به العلم في هذه المسألة، المهم، نشوفكم ساكتين لكلكم، وأنا نتكلم، كان عندكم موضوع تحبوا نتكلموا فيه، مرحبا بكم، عندما نزيدوا مع تسويعة، تفضل نعيم أو أمين أو أمونة أو أيوب، كانت تحبوا تحكيوا في حاجة معينة، لا، الإبنوز، الإبنوز، الإبنوز علمية، دعنا نجاوب بشوية بشوية، تولت نشوف في التعاليق، الإبنوز، الإبنوز علمية، 90% نجموا يقولوا من البشر، ينجموا يخضعوا للإبنوز، فهمت؟ لا يوجد لعب، لا يوجد كذبة أو حاجة، فهمت؟ أي طبيب نفسي، أغلب الأطباء النفسيين يقومون بعملية الإبنوز، ما هي الإبنوز؟ الإبنوز هو يحطك في حالة من بين، شفت الفترة قبل ما ترقد، حتى إنسان لا يتذكر روحه وقته القرد بالضبط، فهمت؟ لو تتذكر روحه قبل ما ترقد، فلا تنجم ما ترقد، كانت تريد أن تتذكر روحه قبل ما ترقد، فلا تنجم ما ترقد، إذن في الفترة هذه، ما هو يوقع انقلاب بين الشعور واللاشعور؟ خطر وقت ترقد، تدخل في حالة اللاشعور، أو الشي الباطني، فهمت؟ فهنا يصبح تتكلم عندك اللاشعور، ما هو اللاشعور بالضبط؟ اللاشعور هو كل ماضيك، ماضيك، أنت كإنسان نجم بالإبنوز، نعرف حتى تتذكر ما كنت في ذكر شمك، فهمت؟ هي الذاكرة الكلية، إذن الإبنوز مسألة علمية لا نقاش فيها، لكن صحيح، ليس كل إنسان يخضع الإبنوز، ولكن أغلب الناس يخضعه، التنوين المغناطيسي، نعم، التنوين المغناطيسي هو أمر علمي لا نقاش فيه، الإبنوز عكس البوس، فهم ربي بالعربي، أي باهي 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 باهي، الإبنوز هو التنوين المغناطيسي، باهي، المهم، حنان الإبنوز، التنوين المغناطيسي هو مسألة علمية لا نقاش فيها، تنجم حتى ترقد قطوس، ولا كلب، ولا أي شيء أخرى، روحك، فهمت، لو تقوم ببعض التجارب، تنجم حتى ترقد روحك، ولكن ننصح ما تعملهاش وحدك على خطر يمكن أن تضيع فيها، ولا نقاش نجم تقوم، فهمت، تقعد غاديك، الأحساس، كارم، تكبش، الأحساس، هي هي، شبيه، الأحساس، الأحساس هو الكل، هو الإنسان، رأوا، الفرق من بين الإنسان والحيوان هو الإحساس، نحن عندنا درجة الوعي والإحساس قوية جدا، رأوا، الحيوان يفكر، يقول لك الإنسان حيوان عاقل، ليس صحيح، الإنسان حيوان يحس، فهمت، ليس عاقل، لأن القطوسة، وقت تضربها، وتسرق حاجة، تخاف، تتعلم، إذن هنا تفكر، الحيوانات تفكر، تعرف ما هو الحاجة التي تنفحها، والحاجة التي لا تنفحها، إذن هي تفكر وتعمل حساباتها، لكن عندهم حس زادة، لكن الحسن على البشر هو حس واعي، يعني يا عيب الحسن عليه، التنوين المغناطيسي مثلاً، 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 واضحة، لا تنفحها، مثلاً، غير علمية، ورق كيف أمونة يأتيها شخص من المشكلة التي تتقاسمها مع درعام، لا تفهمك ما هو السؤال، أما على مثل أمونة موجودات خفية غير موجودة، ولكن هناك ذاكرة كونية، يعني أنت يا أمونة، ولا يا نعيم، ولا جدك وقتها مات، خلّت تسجيل متاعه في الكون، يتنجم أنت ولا أي إنسان يكون إنكابتور، كما نقوله، يعرف ما كان يخمم، ما كان يفعل، ما كان يعمل، هذه الأشياء هي اللي نسميها جن، ونسميها حاجة خافية، وما هي عبارة على مادة، كما الأثير، يعني موجودة في الأثير الكوني، ينجم كما مثلاً، الساتيليت نجمه في المستقبل علمياً، إنه نعرف ونخرجه شريط مكتوب فيه شنوة عملة أمونة من اللي تولدت حتى لنماتت، الإنسان حيوان ليس ناطق حتى الحيوانات تتكلم يا أمونة، أنت تتكلم لي أمونة بأمور علمية مادية، أنا مع أنت بعيد على ذلك المجال، فهمت؟ يعني أنت عندك مصطلحات الآن، لا تستعمل تقريباً، يعني العلم تطور في المثلة هذه، الإنسان هو وعي، وعي ومختوى، لا تستعمل إنسان حيوان، هذا مع أنت تفكير قديم جداً، يعني مادي حتى الغرب بداية ترجع فيه، هذا الإلحاد المادي بداية ترجع فيه الغرب بحد ذاته، فهمت؟ الحضارة الفرعونية، الحضارة شيء طبيعي، قريت الحضارة الفرعونية، المهم مسألة الغزر، مسألة الحساب، مسألة البعث، لكلها ممكنة علمياً، نعين أي خوارق، فما عاش تقول لي خوارق، قل لي حالات، أعطيني بالحالة بالحالة، أنا أعطيك تفسير متاحة لنعرف تفسيرها، ولما نعرش تفسيرها، نبحث فيها ونسأل فيها ونشوف التفسير متاحة، فهمت تعطيني أي خهر قطع ونقول لك أنا شنوه؟ الإنسان سوف يحاسب الإنسان، مثلاً شنو الفرق بيني وبينك نعيم، شنو الفرق؟ هي ذاكرتك وذاكرتي، لو نأخذ ذاكرتي كلها إحساسي وفكري نحطه في مخك، ونأخذ مخك نحطه في مخي، نقول لك أنا أنت وأنت أنا، فهمت؟ أعطيني خارقة من الخوارق يا نعيم، لا تقول لي خوارق، فما مليار خارقة، أعطيني واحدة منهم، أعطيني مثل حي، إذن الإنسان وقته يموت، صحيح يموت في الجسد، ولكن يبقى تسجيل لوعيه وذاته، تعرفش كون بنا للهرمات، تعرفش كون؟ الإنسان ابنان الهرمات، هذيك ما أنا منشبههم يا مونة، الحكاية متاعيك ستخلق مخلوقات فضائية، وحكاية فارغة، هذيك لكل ما أنا منشبهها، وما عندي حتى علاقة بها، فهمت؟ اللي حتى مثلا وقتها تضاعوا كيفاش معانتها هزوا الحجر، طوى اكتشفوا كيفاش بدأوهم الحجر الكبار، إنهم حطوا لهم قوالب، فهمت؟ ومن بعد عباوهم، وقدوهم، ما فهم حتى شي خارق للعادة، والنبي اني لم نعمل العلم لم يصورك يا مونة، حين انتم تفكيرك كثيرا، ما هذه الخاصة؟ فما لمخلوقات فضائية، البطيخية، تنينات، جنون سليمان، لا شَيْء لا 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 يعطيوك 1 مليار دولار كان مالقوا لكش الحل يعطيوك فلوس يا مونة كان عندك انتي دليل امشي لهم المراكز هيدا موطنة بحث لك على العنوان متاحهم وقول لهم الكلام هيدا تنقوم ويضحكوا عليك دعونا من الموضوع مثلا شخصي اضطيو في الجمر وتاكلها مع دارها دعونا من الموضوع مثل الشخصي لا اسمع الجمر هذه حكاية فارغة يا نعيم اسمع فهمة مادة اسمها مادة الميعة تتخلط مع لبيض انتع العظم لبيض انتع العظم هو عازل الحرارة فهمتا وادهن به يدك ادهن به يدك فهمتا انتي كانت تستعمل لبيض انتع العظم بارك وتدهن به يدك وتهز به جمرة طيب ما تحرقش فهمتا هذا يعني عدة حالات فهمتا هذا الشمر والشربان والحكاية الفارغة هذه الكل هذه حاجة بسيطة جدا هناك تعود فهمتا يعني يقتلوا ما يسمى المنطقة اللي تتحط فيها الجمرة ولا يميتها فهمتا وينجم يشد لك الجمرة ويعملك الجمرة ولا يشرب لك المسخون ولا يمشي لك على الجمرة هناك حالة اخرى هي ما يسمى حالة عقلية فهمتا كما مثلا عند الشيعة في التخميرة ما يسمى بالتخميرة والضرب وتخليك سكيكا يعني انا عملتها وانا عرفها فهمتا اه هوني نضرب بالسيف شفت هذه الضربة بالسيف نضرب هكا بالسيف تضرب ضربة تحل المخك وانتا تشوف بدني كله مجرح فهمتا يعني تولي عندك قابلية للألم ما عادش يأثر تتحل الجلدة ويخرج الدم ولكن ما يوقع لك شيء وفهم ما يسمى تريكاش فهمتا كما قلت لك بالمئة والله ينطع العظمة تنجم تدهن بها فهمك تولي تشرب بالماء السخون تنجم تحطها في يدك تولي تشد الحاجة السخونة هذه هي حكاية فارغة لكلها فهمتا اما بالنسبة للثقبان وكل شيء تزاد نفس الشيء بلايس مثقوبة من الأصل فهمتا ما تشافش تتسكر من بعد هذه البلايس تعاود يدخل منها نفس السفود ولا نفس الواحد اما لأثير الكوني الأثير الكوني هو أهم شيء صاحب القطوسة لا أصبر لا أصبر لا أصبر لا أصبر ما هو حنان قتلي لا أصبر ما كنت أكتبت لا أعرف ما تتعدى معا ما تبشي فهم عدة أشياء يا يوب فهم ياسر أشياء أي قنديل البحر لا يموت فهم أنواع من قنديل البحر فهم أشياء فهم أشياء تكل فهم أشياء فهم مواد طبيعية كثيرة جدا فهمت ما تقصد كريمه تقصد تقصد كريمه تقصد كريمه تدخل فهم أشياء أيها الفضائية فاتر بير مثلا بكتيريا معروفة إلى العلماء التي تصور أنها جاء لا 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 لاسمع هيا من الفضاء ما تقصد في الفضاء عندما تقول لي جاية من الفضاء يعني أن موجودات الحياة خارج الأرض طبعا ممكن شيء طبيعي أما أنا لا نتحدث عن الحياة خارج الأرض إلى الآن المثلة الوحيدة أن هناك إنسان واعي أو موجود واعي خارج المجموعة الشمسية ممكن طبعا ممكن ولكن ليس لنا أي دليل اللي يصل لنا طوى دليل يا حنان هي بعض البكتيريا وبعض الجزيئات الحية اللي جاء من الفضاء هذا متفق معك فيه لا خلافة فيه فهمت؟ هناك القوف اللي دميته يا أخ فهمت؟ بعض الجزيئات مع أنت كائنات حية سوى نباتية سوى حتى مع أنت تعرضت الحرارة كبيرة جدا وما زالت حية فهمت؟ هذا متفق معك أما نتكلم فيك على إنسان إلى الآن إنسان أكثر وعي من الإنسان أو إنسان أو موجود أكثر وعي من الإنسان أو بدرجة الإنسان أو أقل من الإنسان لم نجد إلى الآن ليس هناك إلى الآن هي موجود فهمت؟ نطاف العلم بشي يلقى الإنسان تلقى عن جميع الكائنات الحياة يذلك سيطر على الجميع لا الإنسان أسمع الإنسان الإنسان هو خلاصة 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 تتطور الحيواني كل شيء مع أنت خلاصة هذا الكون يمشي بالخلاصة والكون هو عبارة على خلاصات فهمت؟ المهم ما هو النباتات، حنان، أيبه؟ طبعاً ما لدينا فعلة متفق معها هذا ما يحدث في الحضاري التولسي بالفعل ما نتدرج يا نايم راي؟ هذه الأمور التي نسميها غير طبيعية لا يوجد شيء غير طبيعي لا يوجد شيء غير طبيعي أعطيني أي حالة أمتع أي مشعوب مثلاً مثلاً أنا كنت في مراكش كنت مع تفقية كنت أقوم بأعمال مثلاً نشد بيضة نضعها في الشمس ونبدأ نقرأ عليها نقرأ عليها ونبدأ طالعة وحدها ما هي الحكاية؟ بسيطة جداً كلها تركاش فما تركاش ما هي الحكاية؟ أن البيضة تفرغها من المحتوى وتعبيها بماندة الماندة هو عبارة على أكسجين ونسكرها ونضعها في الشمس وتضرب فيها الشمس تولي كما المانجون فيها وتطلع في الهواء عادي ما هي الحكاية؟ لا، طويل ما أنت مفهمت شنو نعيم تتكلم في المطلق ياسر تتكلم في المطلق لا يوجد هذه الأمور أنا عملت عليها ياسر فيديوهات سامحني أشكال الحياة الذكية أشكال الحياة الذكية خرجها لا أكتشفنا يمكن أن تكون موجودة طبعاً يمكن يمكن أن تكون موجودة لكن لا أكتشفنا لا يمكن أن تكون واضحين يا نعيم ظاهرة الخرافة والخوارق بصفة عامة عملت فيها تقريباً أكثر من عشرة فيديوهات فهمت؟ على القناة متاعي تاريخ الأديان والمعتقد والإنسان فهمت؟ ما هي تفسيرك لوجود السوماريين قبل ألف سنة؟ السوماريين معروفة مع أنت السوماريين معتش أمرهم طوام مع أنت يعتبر غريب ياسر السوماريين هي حضارة واد السند التي بسبب فيضان كبير ضرب واد السند انتقلت بعض منها إلى الهند والبعض منها نزل إلى الشرق الأوسط واستعمر ما يسمى جنوب العراق لأن الواد دجلة والفوراق مناخ مناسب وبناء البنيان نمتحهم على الشكل البناء الموجود في واد السند التي هي مناطق جبلية وكانت عندهم حضارة وكانت عندهم كتابة متطورة قبل الكتابة السومارية فهمت؟ ناعم لا تنجمش تتكلم الخوارق ليس موجودة أصلاً تتكلم فيها عن الخوارق ليس موجودة أصلاً فهمت خوارق الإنسان يتصور حاجة لا يفهمها يسميها ينسبها لشيء معين فهمت؟ لا تنفهمها خوارقة التداخل الزمني طبعاً التداخل الزمني موجودة تداخل الزمني ولو قريت يا أمونا على مسألة الزمان أنشتاين كيف يفسر الزمان فهمت؟ الزمان هو غير موجود موجود الحال فقط ليس موجود لماضي لمستقبل موجود كل الحال الحال موجود الحركة فسرها به يقول لي كيف يفقد الإنسان فقد إحساس الصداقة والحب؟ يخي قل لي كيف يفقد الإنسان فقد إحساس الصداقة والحب؟ لا لم يفقد يعني لم يفقد ما زلت موجودة فهمت؟ ما زلت موجودة لكن فيما شعوب فيما معتقدات كما للحاد المادي يعني ما عادش اعتقيمة للصداقة والحب؟ رغم لي كان الإنسان يفقد الصداقة والحب صدقني يفقد الإنسانته كل شيء ما اعتمد على الوعي قالها يا أمونة في الدخل الزمني كيف تتنبأ؟ نجب تتنبأ أسمع راه الإنسان لو ترى ما هو مخير هو مخير فيما خير له فهمت؟ كما نتصوره هو حتى تطير في السماء حر وهو حر مربوط بسماة بأبعاد معينة نفس الشيء للسمك غير كما نقوله الحرية يختلف ويتسع أنت من اللي تتولد ما تعمل عندك هذا 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 مشيت في هذا وصلت لهذا 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 أمور واضحة ما غير تكسير رأس فهمت؟ ليس تولد في بلاسة سيئة فهمت؟ كما نهربوش على الموضوع لازم نعرفه قبل تاريخ يا نعيم انت شفت الفيديوهات متاعي كما نقعد نحكيه وهكا بش نحكيه لك عني تتحب عليه يحب لي على أقل عشرة سوية فهمت؟ حتينا والله من فهمتش هنا يا ذي أخوارك من فهمتش اي اي اللايف اسمع تحب اللايف عندكم الزوم طيب نبعات لك الزوم ونحكيه في اللايف ونسجلك أن تحب فهمت؟ فهمتش لايف تحبوا بعدها لعب بلاي كيف لايف؟ الزوم خير فهمتش فهمتش لا يقوم بك الإنسان ليس حر يوالي ليس حر يوالي ما الذي تولده هو مربوط بعوامل وظروف علمية نسبة وجود المخلوقات لا 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 مطلع عنا يا مونة مطلع على الحضارات القديمة مطلع عليها طلاع مدقق جدا فهمت؟ فهمتش تقول لي موجود مخلوقات خافية تقول لي موجود ذاكرة فهمتش ذاكرة إنسانية ذاكرة وجودية تقول لي مخلوقات وحكاية فارغة وجنون وبطيخ وكل شيء ما أثر الله بها من سلطان كما يقال فهمتش تعملني بالغول ونعرش وشكون آخر فهمتش أنا ما فهم تكشبونها من ناحية علمية ومادية في الصميم ومن ناحية تمشي لاتجاه معاكس لبعيد كل البعد على العلم فهمتش هاي نستخداميوس فما نستخداميوس تنبأ التنبؤ هو أمر طبيعي وعلمي فهمتش خوازق مش خوارق بالحق خوازق اليوم نبالخوارق لا ماهوش إيفون ماهوش إيفون عندي سامسونج سامسونج ماهوش إيفون لا نعيم في بالك النجم ونعملو عزوم بثوهوني مباشرة رغم وفهمة حتى مشكل نجم نعمل البث ندخلوا على الزوم ونبدأوا نحكيه مع بعض نحب نحدوا موعد احنا طوى احنا دردشة طوى ما نش انتخنو يعني ما نش فهمتش نتفاهموش كوني حبي يحضر أمونا مثلا تحب تحضر الدليل العلمي هنا ليس هناك دليل علمي على وجودها أمونا هذه قاعدة علمية من لا يوجد دليل علمي على وجوده فهو غير موجود حتى يثبت العكس فهمتش عندك دليل علمي على وجودها ادعاء الشي عليه الاثبات هذا المنطق ما نش ندخلوا احنا طوى في نقاشاتك كما نقاشات المسلمين فهمتش موقتلك انت تدعي وجودها لازم تجيب لي دليل علمي على وجودها مش انا اللي ما نمنش بها بش نجيبلك دليل هذا منطق منطق انساني مندع الشي عليه الاثبات هل انت عندك دليل عل وجودها اعطيني دليل تفضل انا مننا ممنش بها انا نقول لك عروس البحر مش موجودة نظر انت تقول لي موجودة وتقل لي عندك دليل اللي عروس البحر مش موجودة همتع لا أتي تقول لي أعديك دليل على عدم وجودها؟ لا تتسألش هذا السؤال أمونة أعطيني أنت دليل على وجودها ليس أنا أن أعطيك دليل على عدم وجودها أنا شيء لا أمني بها كيف نبحث عن دليل؟ أنا لا أمني بها خطر أن لا أمني دليل هذا المنطق الذي يقول فهمتني؟ فهمتني كيف نقصد؟ ما هو الساكتين؟ نقول لي كيف فقط الأحساس في العلاقات الإنسانية؟ طبعاً فما فرق من بين الخرافة تقول لي مخلوقات غير مرئية نقول لك ما هو دليل؟ لا تفهم أي شيء مخفية كل شيء يوقع على العلم بيانسور بيانسور حنان ادعى شيء عليه الإثبات هذا التفكير الإسلامي يجي يقول لك أهي أعطيني دليل لربي مش موجود أنا قلت لك ربي موجود أنا قلت لك ربي مش موجود أنا قلت لك ربي مش موجود أنت تقول ربي موجود أعطيني دليل هذه قاعدة نحن نستعمل منطق الإنساني إذن لدينا قواعد منطق علم الكلام يعتمد على قواعد منطقية ينسيخ دليل أنا قلت لديها قواعد لديها دليل أمونة هذا نظر يجب أن يكون أريد أنت هذا يجب أن يكون أكثر منك هذه الأمور لا موجودة لا موجودة أقسم مستحيل أن تفهم عن الزمان علمياً. أما تنجم تسافر عبر الزمان ممكن. أما تتغير في الزمان مستحيل. فمتأ؟ أنت عاشت وامن بها أنت ملا. أنا عايش وما نمنش به. فمتأ؟ عايش وأمونا أنا أكثر منك. ولكن نعرف اللي هي ما هيش موجودات. ما هيش موجودات خفية هي ذاكرة إنسانية عمتها عباد ماتو. طبعا لا الأمثلة الأمثلة اللي بشتعطيها شنية الأمثلة اللي بشتعطي شنو كأمثلة. فمتأ؟ أنا شافت واحد جاهة وأعطيها ماك لأي عادي. فمتأ؟ 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 هذا ليس مخلوقات فرائية ولا مخفية ولا بطيخية. هي العقل المتاحة. فمتأ؟ كان في حالة هنا تسمح. فمتأ؟ فمتأ؟ أنا أعمل الحشيش كي تاكلوا. فمتأ؟ مع هذا غير ما تكون في حالة نفسية. تنجم تشوف حاجات وتعمل حاجات وتمارس الجنس وتسافر وتشري وتاكل وتشبع وتضوق وتعمل كل شيء. تنجم تعمل كل شيء. كل شيء تنجم تعمل. اللي يتصوروا في بالك كأنه حقيقة مطلقة. خطر لكلها عمليات كيميائية في المخرى. كلها عمليات كيميائية. أعطيني دليل أمون أعطيني دليل. لا تنجم تسافر. تنجم تسافر نظريا ليس واقعيا. تنجم تشوف ما يوقع في المستقبل. نعم. وتنجم تشوف ما يوقع في الماضي. علميا ممكن. لكن بش تغير ما تنجم. لا تنجم تسافر واقعي. يعني تنجم تسافر. لا تنجم تسافر الناس. ما هو فيها؟ ما هو فيها تسافر الناس؟ ما هو فيها؟ لعبت الكل عندهم نفس الحالة. في بعض الكنائس المسيحية. أو حتى الهندية ولا حاجة يشوفوا نفس الحاجة. يشوفوا مريم. الكل من يشوفوا مريم. وهي مريم لا موجودة لا شيء. تفهمت. وعاملوها هذه التجارب. ويشوفوا عيسى. الكل من يشوفوها. جروب كامل متاع ألف شخص يشوفوها. أعطيني دليل أعطيني أمونة لو عندك دليل أنا أتصل بك في الخاصة أعطيني الدليل متاعك ونبعثك المنطقة ليس النيونفرسيتات نبحث في تولوز فهمت؟ وتقول لهم القصة متاعك كان أنت تحكي هذه كانت تفسير متاحها خطر نعرف حكاية فارغة عشرين ألف يا صفيين ثم عشرين ألف نوع يا والدي طبعاً كارتاج نوع ثم نوع من الفقاعات ثم منزل موجود في المغرب نفس الشيء تتحرك فيه الأمور بطريقة يعني عنده فيما أوقات في الليل كل شيء يتحرك وعاموا جاء وعملوا عليه دراسة فهمت؟ نقلت عليه الدراسة في الأخر اكتشفوا أنه فيما تحت المنزل عين كالعين هذيك تتعبّى 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 بالماء ومن بعد تنفجر فهمت؟ نحو ما يسمى الليزيغو عملية الانفجار متاحها بعد التعبّى بالماء تزعزع كل المنزل ومن يرعش وهي حكاية فارغة فهمت؟ مربوط بالإيمان لماذا هذه الذاكرة؟ ما تتجسدت للموتة؟ تتجسدت حتى للأحياء يا أمين زغلابين حتى للأحياء فهمت؟ غير أن هذه الحالة النفسية متاع الميت تكون قوية لو أنت تعيش لو أنت عشت لموت مرة فهمت؟ أنا عشت يسر مرات الموت توصل إلى نفس الحالة نفس الحالة فهمت؟ تقول أن ترى أشياء وترى أشياء وفهمت؟ شيء غريب يعني فهمت؟ همونة كان لديك شيء أنا مستعد نشريها منك فهمت؟ دعنا نربح مليار شيء طبيعي محمد يرى الأرض ويرى محمد وقته يجب الرسالة منه كان نبعد ونحن في الفضاء نجم ونرى ماهو أنه وقع منذ 1,000 سنة أو 1,400 سنة؟ هذا هو السفر السفر في الفضاء هو هذا يعني تقريبا نجم ونرى كل شيء نجم ونرى هذه النوء ماهو أرد 15 سنة حكاية فارغة؟ ما قلت لكش حكاية فارغة أنا قلت لك منطقية ما هيش حاجة غير طبيعية ما نقول شنا حكاية فارغة عملي ما نقول حكاية فارغة نقول حاجة طبيعية ما فيهش خرافات ولا شيء أمر طبيعي ماذا هو المواضيع به؟ حانين ترحل لا تناقض هكا كريم رأيه تتناقض فطرين تبدل من هنا تبدل أعرف البلاثة الأخرى تقول كان سافر عبر الزمان انا ستدير حتى شيء لا أقلت لك سافر عبر الزمان فهمت عبر الزمان لا تطلعت على حكاية السافر عبر الزمان معانتها نظريا من الجموش لا نتناقض نتحدث عن الفوتون الفوتون عندما نقسمه يعني هناك علاقة موجودة بين جزء أجزاء الفوتون ويمكن أنت تطلعت عليها التجربة صحيح أنني لا نجرب لك أنني مطلع على العلم مئة في المئة فأنت خطر اختصاصي ليس العلم ولكن متأكد وعندي ثيقة في العلم أن العلم لا نطلع على الحكاية الفارغة وعندما نأخذ معلومة علمية أنني أخذها من مصادرها الأصلية طبعا متفق معك كل شيء ممكن كل شيء ممكن متفق معك الحاجة الوحيدة الغير ممكنة هو الغير ممكن متفق معك ولكن في الوقت الحاضر يا حنان فهمت علميا في الوقت الحاضر يمكن في المستقبل العلم وقت يتكلم دي ما يتكلم في الحاضر وقتا نقول لك علميا الآن السفر عبر الزمان لا يمكن أن تغير في الزمان الماضي لأنك تغير عنصر واحد يتغير كل شيء لكن هذه المسألة لا يوجد فيها نقاش إذن ليس معنا الثاني أقول لك فهمت دينا ما يجري أهلا وسهلا إذن العلم يعطيك نظرية نظرية في الحال لا تنجمش تسبق العلم مثلا قبل مية نسناقل والنجم نطيره فهمت النجم نوصله للقمر هي رأي مثل التراكمات أنا شخصيا أنا شخصيا أنا أعتباري أنا أمين للفكر الغنوصي بالنسبة لي أنا أؤمن بالحساب أؤمن بالعودة أؤمن بالموت بالنسبة لي لا أموت فمش موت فمش موت بالنسبة لي الزمان متوقف هي حركة توقع هذا موضوع مع أنت كبير ياسر بش نحكيه فيه هذا إيماناتي الشخصية على حسب الفكر التاعي طبعا لكن لا أؤمن بقوة خارجية ولا أؤمن برب ولا أؤمن بأرواح ولا أؤمن بطاقة ولا أؤمن بمخلوقات فضائية إلى الآن أؤمن بالعلم والعلم يعطيك إجابة على حسب الوقت ولا في الحاضر صحيح في الحاضر الوقت ليس كافي كيف في الفضاء طبعا 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 ليس كيف كيف الوقت يتبدل الوقت في الحركة يكون أسرع من اللي في الوقوف هي حالة نفسية لو اسمع الوقت أنا نذكر في الفيديوهات اللي بش نكملها محاول الغنوصية فكرة الزمن عند الغنوصية بل الغنوصية تعتبر الزمن هو الشيطان والإنسان مطلوب منه يتغلب على الشيطان الشر هو الزمان والإنسان يجب أن يصد الخلد فهمت؟ لا 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 أؤمن بالتناسخ لا أؤمن بالتناسخ لا أؤمن بالتناسخ أنا لا أؤمن بالتكرار الكون ليس فيه تكرار أصلاً فهمت؟ وإنما أؤمن بشيء آخر لا لا أؤمن بالتناسخ لا أؤمن بالتناسخ لا أؤمن بالتناسخ ما الذي يحسن به؟ أترى مع التخاصية المهم هنا أن تطرقنا إلى الموضوع بصفة عامة من ثم في أي شخص لا أؤمن بالتفاصيل لأنها تحديث عن التفاصيل تحديث عن الوضوء لأن الموضوع ترقنا إلى الموضوع بصفة عامة حتى لا تتخدم أن التفاصيل لا ديما ما يجري الشعوب الإسلامية بين قوسين بيش من تقولوش العربية أو المتكلمة بالعربية ما زالت بعيدة كل البعد عن هذه الأمور وما زالت ما تحكيش فيها وما زالت تعتبرها خرافات وبعضهم يعتبروها خرافات وبعضهم يعتبروها كما نقولو حاجة حقيقة العلم الآن يتطور لا لا يوجد تكرار نعيم نعيم لا يوجد تكرار لو وجدت تكرار فمتره هناك شيء لا يصلح حتى نجم لكم مرة نستحذر لكم الجنون مفهمة حتى مشكلة مفهمة حتى مشكلة تحبوا الجنون نجيب لكم الجنون كله تركاج فمتره ماتريال أكثر ماتريال وأشياء فمتره هناك نوع من كما نقولو نحن الغاز هذا الغاز يتشكل نوع هذا الغاز يتشكل تنجم مثلا ترسم به صورة في الحيط ولا في الواحد من بعد يبدأ يتنقل ويظهر لك كأنه يتكلم وتعرف الإنسان يتكلم بالحنجره كما يتكلم بفمه كما يتكلم بخشمه مفهمتها ينجم عنده الحيا والموت واحد فقط ما فهمتك شيء أمون الحيا والموت الجنون اللي حنا كافينا لما أن اللي مات هذه شعلة في ما فهمت الشعلة في المسجد الأقصى لا 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 جنون لا مخلوقات خافية ساعة جنون مموجودين هذه هي فكرة الجن نحن عندنا الغولة في شمال أفريقي فهمتك عندنا الغولة لا نعنى الجن الجن موجود في الشرق الأوسط فقط لأنه لا يفهمتك يا أمون لا تفهمتك لا تتعرف ما يعني تقولي مخلوقات خافية يعني أشياء كيف كنت تتصرف و لا لديها جسد كيف هاش متى مونش بالموت من المونش بالموت بالنسبة لي الإنسان لا يموت لأنها الحياة اللي عشت هنا هذي كلها مسجلة فهمتك مسجلة موجودة في الكون يعني ما نموتش جسمي يموت صحيح ولكن أفعالي وأفكاري وأعمالي اللي عملتها في الدنيا هذي يمكن بعد خمسين سنة بعد مئتين سنة بعد ربعين سنة يعودوا يخرجوها فهمتك كي مشاريط هكا يسجلوه وجيو يحطوه في روبو نرجع عنا كي ما كنت فهمتك نشده حنان نحن نشدوها حنان كلها قبل ما تموت نجو ناخذ الوعي متاحها والفكر متاحها حاول نحطوه في روبو فهمتك جسم يقبل إحساسها ووعيها ما ترجعش حنان كي ما هي ولا صحيح ولا جاوبني صحيح ولا مش صحيح جاوبني كان معتها صحيح لا ما يمنش فيه المسجد الأقصى على حكاية الفارغة نحنا ما نحكيه على السياسة نحنا هون أسمع الإنسان بش يوصل للخلود أولا ثم يصل إلى إعادة الموتى وطبعا بش يبدأ يرجع في الناس المهمين قبل وطبعا بش يوصل للخلود أولا ثم يحبوا الشهرة حتى في الإجرام الفراعنة كانوا يحنطوا روحهم قد كانوا يؤمنوا بالعودة فأنت طبعا العقل العقل الإنساني والتطور العلمي بش يوصل الإنسان في وقت من الأوقات تقريبا كل شيء صحيح فوالا حنان صحيح يعني الإنسان بش يوصل فيه لماذا عقل أنشتاين مخ أنشتاين مخ أنشتاين فلازوتليكيد لماذا مخبينه؟ يستنعوا حتى يلقوا له جسم يضعه فيه ولماذا يعملوها تجربة هذه في آخر السنة تبدير الراس هم يحبوا يرى هل الوعي والفكر مرتبط بالمخ أم لا هذه التجربة الكبيرة التي توقع هم هل الوعي و الفكر مرتبط بالمخ الجسم مات يا نعيم الجسم مات تقص الضفرة في ترميف الطوالات الجسم مات عندك وعي أنت مجرد جسم افهم أنت وعي 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 أنت فكر أنت كيف تعرف روحك أنت كانت حجرة لا تشعر روحك درجة الوعي في فياسر لا فبا مخ فما مخ والمخ يتقسم إلى عدة أجزاء فالعقل هو جانب من المخ العقل ليس مستقل عن المخ هو صادر من المخ كما تظل صادر من المادة وعندما تذهب إلى شمس فالعقل كما تظل طبعا أيمن الإنسان هو ذكريات هو ذكريات قصوه تروف تروف جوليان مثال نجم خالية برك تكفي فهمت؟ ليس مشكلة حتى هم قاعدين يبحثوا في المسألة هذه المهمة المهم ما هو مزال آخر نحكي فيه؟ دعنا نسكر هذا دعنا نحكي فيها ما هو النقطة الآخرين نحكي فيها؟ ينحكي فيها عندك الحق كريم تاخي بالكتابة يتلاشى انتم تفاهموا أمونا هي المشرفة على العملية تفاهموا أربعة أو خمسة من الناس ستة من الناس سبعة من الناس تحبوا تناقشوا في الموضوع حدوا موعد وتناقشوا في الموضوع فما حتى مشكلة دعوني بقاعد دعوني أحد يكون معنا متخصص في الأمور العلمية خاطرنا الأمور العلمية رغم كل شيء عندي نجم ونقوله ونحن معرفة محدودة طبعا طبعا موجود موجود يرجع كل إنسان بشي تحاسم فمش إنسان مش بش تحاسم الإنسان بشي يرجع الإنسان فهمت؟ لا تسخيب أذهب بالأشتفلة يا صفيان ما الذي فعلته وخممته وفكرت ما الذي فعلته وحدك وكل مسجل بعد خمسين سنوات ويمكنه يأتي ويخرجوا صفيان ميري يضعوا فيديو ويعديوه على الساتيليت ويتفرجوا فيه الإنسان من التي نعتبر حتى أن يمات ماذا كثبت؟ ماذا كثبت؟ ماذا كثبت؟ ماذا كثبت؟ ماذا كثبت؟ ماذا كثبت؟ كل شي اللي عملته هم ده؟ بش يحاسبك عليه و بش يحاسبك عليه الإنسان لاربي لبطيخ إذا ما تصوروش الواحكم يعني بشتفلتو رب ريبة أنا من عرش الربرب نزمكم تعايتو الجلالي رب ربركم أنا من عرش الربرب أنا من عالأسف كان واحد يعرف يا رب رب يتفضل يا رب رب إذا اللي يسخيب روحوا بش يتعدى بالعذاب يمضمض يمضمض كلكم بش تتحاسبوا واحد واحد كل واحد بش يتعلق من ساقيه انت ضد الخلود اي شي طبيعي يا مونة عندك الحق عندك الحق يخرجوك يحاسبوك من بعد تحب ترجع تموت يرجعوك يموتوك يفصلوا البريز يرجعوك فين كنت يرجعوك للعدم أنا نحب الخلود يا أخوي أنا نحب الخلود فهمتها؟ هذا هي التفكير اللي مع انت حتى شي طبيعي كل شي بش يتحاسب ربكم حتى واحد منكم مش بش يتحاسب متقولش نمشي يخمجها نتمنيك على هذا ونتمنيك على هذا ونتعدى على هذا ونتعدى على هذا هاي صفيين بيع عمني كمان اشنو اشتسخيب روحك انت تتشوف تتشوف فمش هروب الحساب موجود بقي مش بمفهوم يحطوك في جهنم ولا يحطوك في النار يمكن كيشوفوك ما فيك ما تصلح يرجعوك للعدم الكل همش يتحاسبو الكل 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 أنا على كل حال العلم العلم يقول ممكن ذلك فهمتها؟ بل مش ممكن أكثر من ممكن مش بمفهوم المحاسبة يمكن الانسان وقتها بش يوصل الى المرتبة هذيك يولي مع انت التقويم الاصلاح فهمتها؟ الاصلاح يرجاع الحقوق للناس فهمتها؟ لازم الانسان يتحاسب مش يعمل عملة مش يتحاسب على اساس انه بش نعادة عقبوه بش نفهموه راو اللي عملها خايبة فهمتها؟ ونحاولوا نصلحوا منه طون تفهموا من بعد أمونا وطن تلقى وطن يرجعوني ويرجعوك طون تفهموا لا بالعكس مش مسألة الخوف من الحساب والطمعة في الجزاء لا لا الانسان لازم يكون واضح مع نفسه لازم الانسان يكون واضح مع نفسه فهمتها؟ ما يتصورش اللي معانتها ينجم يعمل حاجة كان فطنو بيه توا بش ياخد فهمتها مايش فوضى العالم مش فوضى الانسان أقوى فهمتها؟ من أن يكون فوضى ها سونيا لا احنا حكينا لكل شي اللي نعملوه يا سونيا اللي تفكروا ولي تعملوا وحدك واللي تعملوا للناس كله مسجل في الكون والعلم يمكن بل مؤكد انه سوف يصل في وقت من الأوقات ينجموا يخرجوا سونيا من اللي تولدت حتى اللي ماتت في شاريت كاسات كما هكا ويحطوه كما نقولوا احنا تسجيل ويعديوه على الساتليت هاي سونيا شعملت وهايش فكرت وهايش خمت وهايش قدت وحدها ولا مع الناس فهمتها؟ وينجموا هذاك الشي يحطوه في جسم ويرجع سونيا كما هي انت في الحقيقة ما هي الا ذاكرة وعي وفكر يعني ونأخذ تفكيرك ووعيك ونحطوه في جسم يانا ولي انا سونيا ونأخذ تفكيري ووعي ونحطوه في جسم سونيا ولي انا يعني الجسم عنده حتى قيمة ما فهماش ربي يا مونة شبك تخلوط فين ماشي انت اقول لك فهماش ربي فهمك الانسان هو الرب الاعلى يا مونة الرب ما فهماش فهمتها؟ الرب ما فهماش الرب ليس له وجود فما الانسان 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 فقط المهم امونة تسمح فيها عرضت بنا لقاء بعض غدوة فهمتها؟ نعيمه واللي يحب يحضر فهمتها؟ اعمل اربعة خمسة من الناس ستة من الناس ونمشي وعي الزوم الزوم ساهل نتشاوفه ونجمه ونبثه مباشرة على الهون فهمتها؟ والله يا ابونا بشي خرجولك ضايحك الكل اللي عملتهم ولي عملتهم الكل دي عدوة الانسانية توصل درجة من الوعي ما عادش بشي يهتموا بيك شوفوك حتى شتعمل في بيت الباني هاي؟ سرع؟ كل شي مسجل كل شي فهي فهي ليس مسجلة العالم هذا عبارة على استوان التسجد نحن كما قال لك ما اسمه؟ نبعده على الكوكب الأرض ألف مليون سنة ونرى ما هو قاعدة تعمل في ذلك قامتها؟ قامتها؟ إذن سيصع المهم انظر حكينا مع انتها جنرال أمونا قل لي أكد لي نعملوا لقاء على الزوم لا لا انت قل لي أنا أعطيكم الربط متع الزوم وتأتي وتدخل الزوم سهل فهمت؟ تضع تدخل 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 الغرفة متع نقاش كما البلت لك نرى ما يحب يأتي ونطلقه وكنا مع بعضنا غديكة ونحكي لكن ليس مهمة يحسبوا المهمين ليس يحسبوا الناس الذين يغيروا التاريخ ويعملوا جرائم إنسان ليس مهم كيف وكيف الحيوان ليس يرجعوا الحيوانات حياته إنسان لا يعمل شيء في حياته فهمت؟ ليس يرجعوا سيدة نرمال إذا قد ما تكون تافحة قد ما يكون ما يرجعك ترتاح فهمت؟ فهمت؟ أي طينا نبعط لك بري في الزوم فهمت؟ أنا أعطي لكم بري في في المجموعة أعمل 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 مجموعة أمونة لا لا مش موملة يا أمين زغلامي الكون كبير ياسر نحن نحكم الكون نحن رب هذا الكون نحن رب هذا الكون نحن رب هذا الكون نحن نحكم الكون كل واحد يأخذ مجره شفت عبداليا يأخذ مجره واحد فهمت؟ المجرات اللي موجود مجره واحد ويأخذها يحكم فيها يزرحها ويريقلها وفهمت؟ ما تخافش ويجيب العبيد اللي يعملوا عماية للكل وسرقوا وواحد يحطهم يخدموا غاديكا أي طبعا نزلنا يا محمد نزلنا ننتوره يمكن نعرضنا كأينات أخرى تفهموا معاها فهمت؟ يمكن 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 أما أكثر أسمع الهاني محمد أنها تكون أكثر علم منها صعيب صعيب تكون أكثر علم منها نكون في درجات متقاربة خطر الكون في الكون هذا في الكون هذا يمكن أن يكون هناك أكوان أخرى طبعا يمكن أن يكون هناك كائنات ذكية في كواكب خارج الكون خطر يمكن أن يكون هناك أكوان أخرى هذا الكون يمكن أن يكون هناك مليارات 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 المجرات طبعا طبعا محمد علي فهمت؟ المهم نقول لكم ما لا تصبح على خير ونعيم ترى بعطلك الرابط ينسيح حتى المجرم هو البحث على الشهرة الهدف المتاحه هو هذا هذا هو الفطرة الإنسانية الشهرة يصنع لك حتى شيء بشيء شهر الذي يتسجل في التاريخ هو بشي يرجعوه له الأخرين يرجعوهم من بعد ويمكن هناك أشخاص لا يرجعوهم إنسان مثلا عاش ومات ما جاب ولاد ما عنده جينات ما عنده شيء هذا لماذا نحكيها أنا هذه في الغنوصية لماذا مثلا الإنجاب جدا مهم خطر الغنوصية تتكلم على زوز التسجيلات هذا قبل العلم العلم يتكلم على التسجيل اللي موجود في الكون بينما الغنوصية تتكلم على تسجيل في الكون وتسجيل في الجينات يعني أنت فيك كل أجدادك وفهم فلسفة كاملة تعتمد على هذا أنت أحلام أجدادك موجودين فيك فهمت؟ أحلام أجدادك مثلا بوك اجتهاي يعمل حاجة ينقلها لك أنت في الجينات أنت تحب حاجة متعرش على ما تحبها هو بوك حبها فهمت؟ مش أنت حبيتها يعني أنت في الحقيقة كل أحد منها راه هو لا يقل إلا غير أحدك أنت مع جدك و جد-جدك و جد-جدك و جد من العالم الحيوان لك رأت كل جاءت بالأخب قم بتغلي فهمت عشرين الف بشر لازم تلقى روحك من بين كل هذه البشر تلقى شكونك انت شكون ناعيم شكون امين شكون امونة شكون سيف كل واحد لازم يلقى روحه ما تخلطش ضايع فيه يمكن تحقق احلام اجدادة كنت ما حققت شيء من احلامك هذاك عليش تجيك التعاسى وذا يباش نفسرها في الفيديوهات نتعرضون ونصيها فهمت بالتفاصيل المهم شكرا لكم وانا معنتها سعيد بالحديث معكم وتعرفت على ياسر ولاد بهين وبنات وانا مازلت كي كانت مشغول شوية توهاني رجعت وطالع عملوا مرة مرة فهمت موضوع كل مرة نجدوا موضوع اما مذابية انا ما نحبش المواضيع تكون متشتة فهمت يمكن 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 انت تشتهيها كيف فهمت بها المهم يمكن اقامونا رك انت تنجم ولا ايوب ولا حاجة موضوع معين نقطة معينة نحكو فيها مثل ناقشو سواء على الزوم سواء هنا ويتم التسجيل والانزال هنا لانا مذابية يكون على الزوم ونهبطوا هنا وناخدوا موضوع معين بشي تكون الفائدة اكتر ونحكو على كل شيء على الاجتماع على العلاقات على الجنس على المخلوقات الطبيعية اللي نسميهاش غير طبيعية وكل شيء طبيعي وكل شيء بخير والانسان هو اعظم موجود الان بدون منازع في الكون وهو رب هذا الكون المهم باسلامة والمرة القادمة احسن نجي بصغار فهمت انتون نفسرها يا سفيانا ديكا في الفيديوهات مع انت هالمسالة كيفاش بالضبط فهمت على حسب التبكير الغنوسي عيشوا حياتكم عيشوا حياتكم بسلامة تيرميني باي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة